السلام عليكم ازايكم عمدين ايه يا رب تكونوا قيسين وبخير يسعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قرأتنا جديدة وحاصية على قناتنا لموليد برج الحوت برج الحوت صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام قد طرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها برج الحوت هيكون عندكم طاقة ايجابية وهيكون عندكم فرج الفترة اللي جاية وتغيرات حلوة تاريخ الفيديو بتاعك ايه تاريخ الفيديو 17 ابريل ده تاريخ الفيديو الفيديو بس التاريخ بس علشان مصدقية قناتك اما كراتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين يا برج الحوت لعل ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة بس اهم حاجة ما تنساش تدعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب وتركز معاه في كرائتنا النهاردة وان شاء الله بإذن الله هيكون فيه تبشرات وفيه تغيرات حلوة نشوف بقى مع بعض الطلع بتاعك والتوقعات ونشوف ايه الاخبار اللي عندك بسم الله طيب والله اللون اصلا وحده يفتح النفس يعني اللون بتاعكم بيدل على التبشرات وعلى الاخبار الحلوة بسم الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد اول حاجة انتو عندكم خير او عندكم فرحة او عندكم امر جديد هيتحقق الفترة دي ليه بقى عشان الفترة دي فترة حساسة جدا انتو هنا عندكم حد هتكتشفوا على حياته حد عاملك نميمة وكان سبب بشكل كبير جدا في المشاكل اللي انت فيها او بتمر بيها كمان انت عندكم ردة فعل ردة الفعل دي هتكون قوية جدا بس عندكم اسم محمد وفوق اسم محمد فيه وعقة صحية ده بيدل ان انتو في حيرة وفيه خوف واسم محمد ده فيه حياتكم او فيه حد قريب منكم كمان انتو هنا فيه ازمة هتمرتوا بيها وعلى وشا ان انتو تتخلصوا منها كمان البعض منكم بيعاني من شوية امور مدايقات في شوية خلاف بينهم وبين حد عنده خلاف مع اخت خلاف مع اخ خلاف مع حد من وضع الطمع او من وضع ان هم طمعانين في المال بتاعكم بس انتو مش عارفين تتعاملوا ازاي او ما عندكمش ردة فعل الفترة دي فيه شخص غريب مش من تبعكم الشخص ده مركز معكم جدا ودايما بيحول بقدر مستطاع يدخل بيتكم ويحسب لكم كل حاجة هو اصلا طمعان في كل حاجة في حياتكم انتو صراحتكم ودايما انتو بتكونوا صراحة مع الناس الاخرينيين ده اكبر غلط انتو بتعملوه الفترة دي والصراحة بتاعتكم بتوقعكم في مشاكل وبتخليكم انتو حيرونين وبتخليكم انتو عندكم معقعة صحية كمان الفترة دي فيه خبر او فيه رسالة او فيه مكلمة تخص حد انتو مستنينها بقالكم مدة الرسالة دي هتكون خير واقرب مليكم هيكشف لكم سر خطير بينكم وبين حد ومش هتكونوا متوقعين بردة الفعل البعض منكم عندهم واجهة مع شخص او حد عندهم واجهة وهيحاول ياخد قرار حاسم ويتصرف باللي هو ينسبه كمان انتو عندكم مناسبة حد هيتصل بكم فيها او حد هيدعيكم المناسبة دي هتروحوها وهتكون حفلة زفاف او حفلة عيد ميلاد او خطوبة هتكون مناسبة حلوة كمان انتو هنا زعلانين على نفسكم جدا من قلة نومكم مش منتظمين في قلة يعني في نومكم ولا مستقرين في اكلكم ولا في شربكم مفيش توازن عندكم ودايما قلانين عندكم عودة للحبيب الفترة دي او لقاء يخص الحبيب كمان انتو هنا في مكلمة برضو مستنينها بخصوص الشريك المكلمة دي هتغير حتى الموت بتاعكم او هيبقى انتو في انتظار مكلمة دايما نقول احترسوا من شخص بيحاول يستغلكم بطريقة انتو عارفينها كويس جدا وبعد كده هتبعدوا عنه هتكرروا ان انتو ما تتعاملوش معاليه تاني عشان هتشوفوا في عني الحجد والغل و هتشوفوا هو ازاي بصص لكم البصة الغريبة دي وانتو بطول الوقت مش واغدين بلكم طول الوقت بتتعاملوا معاها طول الوقت حابين ان يكون موجودوا في حياتكم وانتو هنا مأزيين بشكل كبير جدا او بشكل مؤزي يعني مأزيين اوي خايفين من ردة فعل فيه قلق فيه حيرة فيه نميمة تخص حد عليكم او تخصكم انتو على حد الله اعلم بس فيه نميمة عندكم كمان هنا فيه مشروع و المشروع ده هتكسبوه حلو جدا و هيكبس هو محتاج دعم محتاج حد يكبرهولكم محتاج انتو تبزلوا مجهود فيه اكتر عشان المشروع ده هيبقى نجاحه عظيم على حياتكم و هيكون فيه ازدهار قوي ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاي الليل عشان انتو من خلال المشروع ده هتحط رجلكم على ارض صلبة و هيبقى لقاء حلو طيب انتو عملتوا خير مع حد وتردلكم العكس فيه خير او فيه كرام او فيه فضل انتو افتة مع حد فيه وتردلكم العكس و زعلتوا جدا و قلتوا ليه انتو بتعملوا فينا كده رغم ان احنا فعلا كانت نيتنا اتجاهكم خير كانت نيتنا اتجاهكم بصلح بطاقة ايجابية فانتو قررت ان انتو تمشوا بتبعدوا عن الشخص ده و ما تتعاملوش معاه لأي سبب علشان لقيته هو فعلا حقوت بسم الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا المحبب طيب انتو مضغطين الفترة دي جدا وحاسين ان الايام دي تقيلة على قلبكم مش عارفين ايه اللي بيحصل بس ربنا هيسطورها معاكم الفترة دي وهيسهلكم حاجات كتيرة جدا انتو حاسين ان هي ومستحيل تتسهل كمان فيه ورقة تخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير انتو محتاجين تغيير هنا في زيادة في الرزق في زيادة في المال في زيادة في الوضع اللي انتو في التحسن بإذن الله بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة احباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع المستمر وعشان كده انت عندك انتو عندكم عين حقودة وحاسدكم وبترقبكم في صند دايما اقول لكم خدوا بالكم وينتبهوا من اي حاجة في حياتكم حتى من ملابسكم كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا فعلا حرفيا بدأتوا يهتموا بنفسكم وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم او تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم انتو معروفين عنكم انه انتو اشخاص روحانيين جدا بتكتشفوا النفاق والكسب وبتكتشفوا كل واحد على حقيقته وبتتعاملوا معاه بطريقة مزاي الاول يعني التغيير فعلا بان عليكم او انتو ما بتوش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقة دي او ما بتوش يتحاملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقة غير مباشرة فيه شوية تعب ظاهر جدا على وشكم اه وده قلة نوم رفعين اتكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا بس فيه شوية زعل جواكم وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتو اقوى ناس في العالم بس طبعا الطاقة دي مقصرة عليكم بس باذن الله هتعدي على خير وفيه كمان عوض من عندي ربنا وهيكون رز واسع البعض منكم فيه طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة فيه مشاعر مستخبفية فيه امور مستخبية الله واعلم فيه شخص هنا بيحبكم مش راضي يبين او مش عايز يظهر محبته اتجاهكم او فيه امور هو بيفكر فيها فيه اخذ وعطى عندكم الفترة دي فيه ترقمات جوه قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي او مش عارفين تبدأوا ازاي فيه كذا امر مضايقكم دايما بتحس ان انت فيه تقل على السدر ومش عارفين ايه السبب كمان انتو هنا عندكم طاقة الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة بس كمان فيه الغاء قرار انتو خدتوه يخص عمل حسيت ان انتو تسرعتوا فيه فادلوقتي بدأتوا ان انتو تطلعوا نفسكم من القرار ده وهتنهو وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة وانتو هتقفوا معاه و هتساعدوه لو انتو في علاقة عاطفية اليومين دول حاولوا تحافظوا عليها وبلاش مشاكل كل شوية وبلاش ان انتو تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده فده تخلق المشاكل بينكم مين عندكم عايز يغير تليفونه او عايز يغير حاجة عنده انتو نويين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة نويين تتصدقوا عن مال عندكم او فيه صدقة جارية انتو هتعملوها الفترة دي و هتكونوا مبسطين جدا ان انتو فعلا هتعملوها كان فيه حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها اجابة او بخصوصها حاجة حصل الكلام لا؟ سمعت بخصوصها امور او امر؟ عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم وبلاش من الوقت الالتاني اتدخلوا نفسكم في حيرة وفي ترقمات سلبية عشان الترقمات عندكم ملازماكم في اكتر من حاجة ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وارهاق مش طبيعي كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة بس الاهل مش وقفين معاه ومش جايين جنبه او مش وقفين جنبه وانت هنا يعني ممكن انت انتو عايزين حاجة وفي حد واقف في وشكم ومش عارفين اه مميزين جدا ان انتو بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم اه معروف كمان ان انتو بتعشقوا اللون الاسود واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية وعشان كده البعض منكم اغلب الهدوم مسودة او اغلب الهدوم بتاعته فيها اللون الاسود اه كمان حرفيا حرفيا خرقتوا ناس من حياتكم ومن وقت الناس اللي انتو خرقتوها من حياتكم دي طول الوقت لاما التليفون مقفول لاما التليفون صامد لاما بتردوش على حد بدأتو حتى التغير يظهر عليكم اه في حد بيحبكم قوي ابو مجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم بيقول لكم اذا انتو فيكم حاجة او انتو كويسين او انتو في حاجة ما بيعرفكم على طول مين السبب اللي كان تأجير رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم ممكن تكون انتو كنتو جايبين مشروع او جايبين ورقة وقلم وبتمشوين بالورقة والقلم وفي حاجات كتيرة جدا تأجلت عندكم في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم هتكون مليئة بالتفاقل وهتظهروا طاقة جديدة كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الاول ممكن يكون عندكم انتو برج الدلو برج العقرب برج الاسد برج السرطان عندكم برج من دول هيكون فيه رجوع او هفيه حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتو خدتوه او على موقف حصل فانتو من بعد الموقف ده خدتو قرار انتو شايفين نفسكم ان انتو في مرحلة صعبة لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للافضل وهيبقى فيه بشرة انت منتظرها بقالك مدة هتتحصل على خير طب انتو محتاجين حد هنا بشدة قوي فيه حد عمين تدع ربنا ان هو يقف معاكم محتاجين حد فعلا الايام دي نبضات القلب سريعة عندكم وبتفكروا كتير جدا او فيه حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا الورا ومش عارفين تبدأوا ازاي اقدر اقول كمان ان هنا فيه بداية بداية فترة الحصدا التامن اللي انتو عملتوه وفيه حلم جميل جدا عندكم هيتحقق بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقة سلبية وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقة سلبية بتتحكم فيكم ما بتبقوش حاسين بطعم اي حاجة حواليكم طيب فيه حد انتو بينكم وبينه علاقة بس فيه اختلاف او فيه عراقيل بينكم انتو رأى طول ما انتو مصممين على حاجة ما فيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم ما فيش حاجة ان انتو ترجعكم عن اي حاجة انتو عايزينها وبلاش تقنيب الضمير على حاجات انتو ما عملتهاش على حاجات انتو ما تعرفوش عنها حاجة دايما عندكم تقنيب الضمير ودايما ضميركم بيقنبكم في كل حاجة انتو ممكن يعني فعلا حرفيا ما يكونش عندكم خلفية عنها وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتو او كل الناس تحط اللوم عليكم الفترة دي عندكم طاقة حسد والحسد دا مأثر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة فيه اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض والاثنين دول هيكون عرض حلو وهتحسوا ان العرض دا جاي لكم من عند ربنا علشان يكون تطبع على حياتكم انتو في اختبار من ربنا لازم تتحكموا في الوضع اللي انتو فيه بالعقل مش بالقلب ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم فيه مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوصلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد الله اعلم بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص في حياتكم افعى او في حياتكم حد بيأذيكم حد بيتمنلكم الشر وانتو هتعرفوه فهتتعاملوا معا بطريقة تانية في ناس حواليكم اكلت من خيركم ونقرت جملكم الناس دي من الناس المقربة لقلبكم كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع او في طاقة معينة في مشروع او قرار هتخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم او ممكن يكون الخبر اللي هيجلكم بعودة الحبيب ودايما نقول ما تتصرعوش ابدا في قراراتكم مهما تكون وما تحكموش على حد غير لما تشوف اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لأ ما تقلقوش لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتو عايزين اوراقكم كلها هتم الفترة اللي جاية ايه الحاجة اللي انتو فقدينها ومازال بتدوروا عليها يعني حاجة انتو فقدينها ممكن يكون شعور احساس انتو في حالة فقدان لطاقة معينة في حاجة انتو فقدينها وبتحاولوا يعني يكون فيه توازر عندكم او فيه تحقيق البعض منكم ناوي على حاجة جديدة البعض منكم خايف يكون خد قراره متسرع فيه من الشخص اللي نهيته معاه علاقة بسبب فتنة الطرف ثالث موجود مازال موجود في حياتكم لسه مخرجش او خرج فترة ورجع تاني طرف ثالث عندكم عندكم حرف الاي وحرف الان دول موجودين في حياتكم والاذا جاي لكم من حرف الان خدوا بالكم عندكم حماس وتحقيق امنية البعض منكم عنده شهرة او انتو مستنيين شهرة شوف انتو مستنيين اي انتو عندكم طاقة معينة جديدة ايه الحاجات اللي اعملت زيدي عندكم وبتشتكوا منها في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره الاستجابة دي لاما زواج لاما استقرار في حياتك المادية الفترة اللي جاية انتو هتحصلوا على حاجات جديدة بس حاولوا ان انتو تاخدوا راحتكم في النوم علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسبب بالكم ضغوط نفسية وما فيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مأسرة عليكم كمان اقدر اقول لكم او ابشركم ان انتو عندكم كداء حاجة وهتبقى حاجة انتو بقالكم مدة منتظرينها لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح وكمان انتو اه في هنا زيارة زيارة مفاجأة اه او حد هيكلمكم مفاجأ امور هتحصل عندكم مفاجأة الايام دي مين الاشخاص اللي من ابراج هواية موجودة عندكم في حياتكم ومنكم وبينها كلام بينكم وبينهم مواضيع او فيه طاقات بتتفتح ما بينكم وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجات انتو ممكن ما يكونش ليكم زمن بتجيبوا اللوم عليكم فيها وانتو حرفين ما تعرفوش عنها حاجة او بتقولوا مش عارفين فيه حد حاسس ان انتو قليلين وبيتكبر عليكم او دايما بيقول يعني بيباني ان هو متكبر او هو شخص اناني اصلا بس بيباني ان هو ما فيه ازايه بيباني ان هو كان عادي ومشا وانتو ما بتحبوش الطاقة دي مع بداية الايام اللي جاية هيكون فيه طاقة جديدة الطاقة الجديدة دي هتخلكم تحسنوا من الاجدار اللي عندكم وهتدفعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا وهيكون فيه تحسنات ايجابية ليه علشان انتو نويين على التحسنات اللي انتو حاليا بتستنوها او حاليا بتحسبوها بالورقة او الالم كمان انتو هنا على وشق النقلة الجديدة او على وشق الحلم بتاعكم فاقوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمروا بظروف اسية او مهما الظروف عندكم تكون ازياكم فيه سكة جديدة هتتفتح لكم قدامكم السكة دي هتكون من عند ربنا هيكون فيها رزق كبير وهتلاقوا الحاجة اللي انتو فقدينها بقالكم مدة انتو كمان قررتوا الفترة دي ان انتو تبعدوا عن حد متأكدين انه هو ظلمكم وجاء عليكم وعشان كده قررتوا انتو خلاص تنتسحبوا عنه فيه عقاب عقاب حد عكبكم به او انتو عكبته حد في حياتكم وفيه عقاب عندكم انتو عكبته حد عقاب وسبتوه ومشيتو وقلتوله حسب ان الله هو نعم الوكيل فيكم لانه سرق منكم الضحكة وسرق منكم كل حاجة في حياتكم طيب ايه الحاجة اللي انتو يعني ليها ذكرى معاكم خاتم سلسلة في حاجة عندكم بتحبوا تلبسوها جدا ليها ذكرى كبيرة جدا عندكم او ليها ذكرى كبيرة معاكم وان شاء الله باذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح وهيخلكم تنسوه بفضل ربنا علشان انتو فعلا حرفيا ما بقتوش طيقين اي حد حتى الناس اللي عندكم او بحواليكم بقتوش طيق فعلا ما بقتوش عايزين تكلاموا مع حد عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول وقت مش عايزين ان انتو تقيام مش عايزين حتى حتى يهتم بيكم الامور عندكم بدأت تتغير او انتو بدأتوا تتغيروا مين الناس مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله في امور عندكم بتستجدوها انتو دايما بتحمل الناشئ الناس اللي حواليكم ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم وبدأتوا تأذو نفسكم من اجل الاخرين ايه النتيجة في الاخر انتو اللي تعبتوا والناس اللي كانتوا معاهم عيشوا ملح ما تمرش فيه حصل ولا ما حصلش اتخزلتوا جدا من ردة فعلهم وعشان كده قلتوا احنا مناش نصير في الحب احنا نصبنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه دايما محطوط عليكم في المسئولية بتتحملوا مسئوليات فوق الطاقة بتاعتكم وما فيش حد واقف جنبكم في اي حاجة قررتوا ان انتوا تشتغلوا في وضع معين للافضل وفي تحقيق لشياء جديدة انتوا قدامكم حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل بس برضو مازال بتعفروا وتجهدوا ديكم يومين او تلات ايام بالزبط في مكالمة مستنينها من حد او في حاجة تخص حد انتوا مستنينها الفترة دي ومجرد ما هتجي لكم هتحسوا قديه اني ربنا كريم عليكم اني ربنا هيحق لكم جزء من من حاجة معينة لكم او هتبدأوا ان انتوا تبقى فيه رسالة بينكم ما بين شخص الله اعلم بس حرفين هيكون فيه تميز حلو وهيكون فيه طاقة ايجابية بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم او من بعض الامور اللي عملة تزيد عندكم ما خليكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم او الامر المعاكس عندكم ما خليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي انتوا عندكم خطوة جديدة او رسالة جديدة او قرار جديد هتاخدوه كمان افكاركم الفترة دي فيها تصرع وفيها عصابية حاولوا تهدو من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مضيئكم وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية لان انتوا هنا عندكم نتيجة حلوة رغم ان انتوا دخلتوا فترة منعزلة بس فيه بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية فيه كمان خروج من الطاقة السلبية وهتخرجوا لعالم تاني او لحياة تانية او لامور تانية خالص والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة عندكم شخص نرجسي شخص علاقته بكم مش لطيفة خالص انتوا هتقيموا العلاقة دي وهتعيدوا ترتبتكم من جديد وهتعيدوا حسابتكم من جديد لو انتوا عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم او بعض الامور اللي يعمل لكم اذا انتوا حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتوا فيها وهيبقى فيه نصرة عندكم وهتبقى فيه رسمة امور جديدة في تغيير مكان لمرحلة تانية او فيه ازدهار امور لكم امور لكم امور لكم كمان انتوا هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وعت عليكم وزي ما قلت ان انتوا هتعرفوا الشخص اللي عمل لكم فتنة ونميمة في حياتكم وانتوا هتعرفوا بخصوصه قرارات كتير او هتبدأوا مواضيع كتير فيه طاقة تردد للمتجوزين المتجوزين انتوا بتعانوا من بعض الغموض او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعاملة بس هتكتشفوا سر مخيف لكم المفاصلين انا دايما اقول لهم ان انتوا محطوط عليكم وانتوا اللي بتدخلوا ان نفسكم طاقة التردد وطاقة الحيرة فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتوا فيه من الطاقة اللي مؤثر عليكم بشكل كبير علشان انتوا مش حملة اي طاقة سلبية انتوا بتحاولوا ان انتوا تمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم وعشان كده عندكم تبدأ تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال وعندكم كمان حد في العيلة او في المحيط بتاع العيلة هيبقى عليه ضغط كبير جدا الفترة دي وانتوا هتقفوا معا وهاتساعدوا برضو انتوا بتحب تساعدوا كل الناس ما شاء الله عليكم طيب انتوا هنا فيه ترتيب لامور وفيه امور جديدة هتستقلوا بها وفيه استقرار نفسي وحلو جدا فيه استقرار عاطفي كمان العزاب انتوا عندكم ارتباط هيكون هتكونوا في قاعدة حلوة فيه مكالمة هتجيلكم الفترة دي هتبسطكم جدا او فيه خبر هتسمعو هيفرحكم قوي بس ليه من وقت للتاني بيجيلكم واجع في المعدة والرجلين عايزاكم تخلوا بالكم من واحدة طويلة الواحدة دي مش تخينة بشرتها امحاوية الست دي خبيسة جدا جدا حط عليكم ودايما عنها اتجاهكم وبتحاول ان هي بقدر المستطاع عايزة تشمد فيكم وعشان كده تحذروا الفترة دي من ناميمة ومن شخصين حوالكم في العمل مش كويسين وبلاش ان انتوا اتدفعوا عن حد انتوا ما تعرفوش نهايته ايه وما تعرفوش ضمير اتجاهكم ايه يعني ما اتدفعوش قوي عن حد وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل فيه كمان علاقة فيها انتصار وفيه امور انتوا هيبقى فيها لم شامل ليكم فيه هنا مناسبة المناسبة دي هتكون حلوة جدا وحد هيجيب لكم هدية او انتوا هتهادوا حد حاجة البعض منكم عنده كتب كتاب فيه كتب كتاب هيحصل عندكم الفترة دي وفيه امور جدية وفيه استقرارات نفسية فيه طاقات انتوا هتطلعوا منها بشكل كبير جدا البعض منكم عنده زواج عنده خطوبة عنده فرحة عنده لقاء عاطفي عنده استقرار هيمر بيا الله اعلم بس فيه افكار انتوا هتتخلصوا منها تعباكم وازياكم في اكتر من حاجة وهتسمعوا اخبار جديدة كمان انتوا هنا فيه ناس فعلا هترموها برا الناس دي انتوا هتاخدوا من خل يعني من وراها كرار والكرار ده انتوا بسم الله ماشاء الله عليكم هتكونوا عندكم مرحلة جديدة ودفعة لقدام بس عندكم حالة وفاء مين عندكم متوفي في حد متوفي عزيز على قلبكم او انتوا كنتوا بتحبوه قوي او لما توفى انتوا زهلتوا عليه او اخد منطقتكم كتير وانتوا حرفيا زعلانين وبتحقوا وعايزين تركزوا في حياتكم بس مش عارفين بسبب الخوف اللي مأثر عليكم او بسبب الضغوط اللي انتوا فيها تعبنين في اكتر من موقف عندكم انتوا زعلانين يعني زعلانين على نفسوكم شوية زعلانين من اللي بيحصل حواليكم في امور عندكم هيكون فيها استقرار امور هيكون فيها تغيرات حلم يتحقق قدامكم كمان انتوا هنا لو يعني اي حاجة تحصل في حياتكم عشان تتم لازم تكتموا عليها ولازم تداروا ولازم تبعدوا عن الامور اللي مأثر عليكم في افكار سلبية علشان الفكر السلبي بيخليكم انتوا بتعانوا من الضغوط اللي انتوا حاليا ملتزمين بها في بداية جديدة في اعتراف الحب في طاقة معينة في امل جديد لكم في امور انتوا هتتجاوزوها او حل مشكلة في حياتكم عاطلة الله اعلم بس حرفيا انتوا عندكم اكتر من امر هتحققوه واكتر من طاقة معينة او اكتر من امور تجديد لكم انتوا هتدخلوا فيها في سعادة وفي فرحة وفي هنم بس اكتموا على حياتكم وداروا علشان كل حاجة تتم على خير وبالشكل اللي انتوا عايزينه بالشكل السريع اتمنى لكم السعادة والهنة والرزق والتفاقل لو عجبتكم كرائتكم النهاردة ما تبخلوش علي باللايك الحلو وبالتعليق الجميل ودعموا الفيديو بتاعكم ووصلوا لأجبر عدد من المشاهدة وانتظروا كرائتنا الجديدة اول بأول